هل من المبكر فعلاً عودة الأسد للجامعة العربية؟ سؤال وجملة أصبحت من الماضي إذ أن القرار اتخذ بالفعل وبدأت مساراته وتداعياته التي ربما تشكل تحدياً للولايات المتحدة الأمريكية هذه الأخيرة التي لطالما خذرت السوريين بدءاً من خطوط أوباما الحمراء والتي بدت وكأنها قرار لإنهاء نظام الأسد وصولاً إلى ضربة ترامب التي لو نفذت بغير التفاصيل والشكل الذي انتهت عليه لكانت قوضت قدرات كل من النظام وإيران في سوريا ولمنعت أيضاً رغبة روسيا بالتمدد وأقفلت بالتأكيد باب حرب تقود العالم اليوم في أوكرانيا ويرى مراقبون أن إدارة بايدن تقف حالياً عند مفترق طرق لا سيما أن قرار التطبيع سيكون مجانياً لأن النظام السوري لا يزال يمارس انتهاكات بحق السوريين فضلاً عن إيران التي تحاول تغيير قواعد اللعبة لتكرار النموذج العراقي وتمكين ميليشياتها في سوريا بدورها تكشف صحيفة نيويورك تايمز أن أمريكا لجأت بعد فقد حلفائها الأمل منها للطلب منهم بالتمسك بالثمن المفقود في هذه العودة ووضع شروط تضمن عودة آمنة للاجئين ومنع تجارة الكيبتاجون والحد من الوجود العسكري الإيراني في سوريا أما عن قوانين أخرى قانون قيسر والعقوبات على النظام السوري فهي بحسب خبراء أمنيين لن تشكل فارقاً في ظل واردات النظام الكبيرة من تجارة المخدرات وقدرته على تبديل جلده وشخصياته بينما ستبقى فعالية القانون مرهونة بتغيير عسكري على الأرض لصالح حماية السوريين تغيير يبدو أنه لن يتم مع تراجع أمريكا في المنطقة وتركيزها على إفريقيا وبحر الصين ما يعني أن تمديد بايدن لحالة الطوارئ هو إشارة أخرى لاستمرار حالة الطوارئ والقتل في سوريا لكن بصمت أكثر أمام الجامعات العربية والتي كان سحبها مقعد النظام بحسب السوريين قراراً سورياً لم يغير بالمشهد بينما جاءت إعادته حالياً كجائزة له بعد جرائمه بل وتتوجهه كمنتصر على أطلال وطن لم يبقى منه إلا اسمه ترجمة نانسي قنقر